اشتركوا في القناة خلال الجلسة كلمة رحب فيها بنعقاد هذا الاجتماع الوزري باعتباره فرصة لمراجعة التقدم المحرز في جهود الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الارهابي في جميع انحاء العالم معربا عن التقدير للاجازات الواضحة والتحديثات التي تلقاها المشاركون في الاجتماع بشأن تطورات جهود مكافحة تنظيم داعش واكد سعادة وزير الخارجية تأييد ودعم مملكة البحرين الكامل للتحالف ومشاركتها النشط المستمر في الجهود التي يقوم بها التحالف لمحاربة هذا التنظيم الارهابي واوضح الوزير ان هذا الاجتماع ايضا يمثل فرصة للدول المشاركة للنظر في الكيفية التي من المحتمل ان تتأثر فيها جهود الدول بالتدعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ليس فقط في الطريقة التي اعطت بها الاشهر الثمانية عشر الماضية للجماعة الارهابية افكارا حول الاسلحة البيولوجية واستغلال نقاط الضعف في انظمتنا الدولية ولكن ايضا في كيف يمكن للعواقب الاقتصادية والاجتماعية ان تغذي حلقة جديدة من اليأس حيث يمكن للمتطرفين ان يبحثوا عن مجندين جدد لضمهم في التنظيم ودعا سعادة الوزير لتوخي الحذر من الاشكال الجديدة للهجمات الارهابية البيولوجية والطائرات دون طيار وغيرها من التهديدات عالية التقنية ومنخفضة الكلفة والتحرك لمواجهة داعم الارهاب من الدول وغير الدول مؤكدا على اهمية كسر حلقة اليأس هذه والعمل على ايجاد دائرة ايجابية من السلام والازدهار والفرص التي توفر مسارا بديلا واضحا وقابلا للحياة مؤكدا ان مملكة البحرين ستكون في طليعة هذه العملية مثل ما كانت في طليعة الدول المحاربة لتنظيم داعش الارهابية اشتركوا في القناة